اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا حول باب العرش والكرسي الحديث الثاني من كتاب الكافي الشريف في هذا الحديث أبو قرة وهو من علماء العامة يسأل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام مجموعة مسائل منها ما يتعلق بالعرش واستواء الله سبحانه وتعالى على العرش وقد ذكرنا أن المجسمة من العامة يزعمون أن الله سبحانه وتعالى جالس جلوسا حقيقيا على العرش وأحدهم كما ينقل ابن أبو الحديد في شرح نهج البلاغة كان جالسا على المنبر ثم نزل من على المنبر وقال إن الله ينزل كما أنزل أنا من على المنبر وجالس على العرش كما أنا جالس على المنبر والعياذ بالله وهؤلاء حشوية ومجسمة من العامة كانوا يزعمون هكذا فالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يستدل لبطلان هذا المعتقد بدليل لفظي وعقلي ونقلي ثم بعد ذلك ننتقل إلى البحث الثاني في هذه الرواية وهو بحث هذا اليوم أبو قر يستدل ببعض الآيات القرآنية لكي يثبت ما يزعمه يقول هناك آية في القرآن تقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية في سورة الحاقة وفي آية أخرى في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله فإذن هناك حمل للعرش فإذا كان هناك حمل للعرش والله سبحانه وتعالى استوى على العرش فإذن هؤلاء الحمل يحملون الله حسب زعمه والعياذ بالله فما تقول في هذه الآيات هنا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يبين الكلام من جهات مختلفة وأن تفسير أبي قر لهذه الآيات وفهمه خاطئ لماذا؟ لأن هذه الآيات لا تقول هؤلاء الحمل يحملون الله والعياذ بالله وإنما الآيات تقول هؤلاء يحملون العرش والعرش ليس هو الله سبحانه وتعالى وإنما للعرش معان ثلاث والله سبحانه وتعالى أمر هؤلاء الحمل سواء الحمل بالمعنى الأول للعرش أو بالمعنى الثاني أو بالمعنى الثالث الآن سنذكر هذه المعاني طبعا لذكر الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لها هؤلاء الحمل يحملون العرش وهذه عبادتهم يعني الله سبحانه وتعالى أمرهم بهذا الحمل وهذا الحمل عبادة لهم لأن العبادة لها كيفيات مختلفة مثلا الإنسان مكلف بالحج ومن أعمال الحج الطواف حول الكعبة وليطوفوا بالبيت العتيق الكعبة هي بيت الله سبحانه وتعالى لكن كونها بيت الله ليس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ساكن في الكعبة والعياذ بالله هذه إضافة شريفية أنت أيها الإنسان عبادتك في الحج أن تطوف نفس هذا الماشي والطواف حول الكعبة هو عبادة الله سبحانه وتعالى أمر بعض خلقه بحمل العرش حملهم للعرش عبادة الله سبحانه وتعالى أمر بعض الملائكة أن يكونوا حول العرش عبادة هؤلاء أن يطوفوا حول العرش كما أن عبادة عبادة الناس أن يطوفوا حول الكعبة فإذن الآية تقول هؤلاء يحملون العرش ولم تقل الآية أن هؤلاء يحملون الله والعياذ بالله وأما قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقد مر سابقا أن الاستوى في اللغة العربية له معاني مختلفة وتختلف هذه المعاني حسب الحرف حسب حرف الجر الذي يستعمل استوى عليه مثلا هذه كلمة على استوى إليه استوى فيه المعنى يتغير لأنه من خصوصيات اللغة العربية ولعله توجد في اللغات أخرى أن حرف الجر الذي يتعلق بالفعل يغير من معنى الفعل وهذا تفصيل مذكور في علم البلاغة ولعله في علم اللغات أيضا فإذن ويحمل عرش ربك ثم الإمام عليه الصلاة والسلام يبين أن للعرش معان ثلاثة المعنى الأول العلم العرش بمعنى العلم وهذا حتى بعض مفسرية العامة ذكروه منهم الزمخشري في تفسير الكشاف من معاني العرش العلم الله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك أحد مصادق العرش في هذه الآية العلم الله سبحانه وتعالى أمر بعض خلقه بحمل العلم وهذه عبادتهم قد هو لا يحتاج شخصا إلى ذلك العلم لكن مأمور بأن يحمل هذا العلم إما لأن يعلم الآخرين أو لجهة أخرى مثلا الآية الشريفة تقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون مجموعة من الناس مأمورون واجب عليهم وهذا الوجوب وجوب كفائي أن يذهبوا إلى حواضر العلم إلى الحوزات العلمية مثلا ليتعلموا العلوم الإلهية الأحكام الشرعية المسائل الفقهية يتعلموا هذه المسائل ثم يبينوها للناس قد هو شخصا لا يحتاج إلى بعض هذه المسائل يعني الآن الفقهاء في الرسالة العملية يذكرون مثلا باب من أبواب الفقه باب السابق والرماية لأن الناس يشتركون في المسابقات الرياضية في مثلا الرامي في السباحة في مختلف النشاطات الرياضية وقد تكون هناك جوائز هذه لها أحكام شرعية هذه الجائزة حلال حرام هذا رهان محرم أو هو سبق جائز لها أحكام هو هذا الفقه قد في عمره شخصا لا يشترك في أي نشاط رياضي لكن هذه المسائل يتعلمها ثم يعلمها للآخرين لأن الآخرين يحتاجون إلى هذه المسائل أو مثلا الفقه هو رجل يدرس الآيات والروايات والكتب الفقهية في المسائل المختصة بالنساء مثلا كالحيض والنفاص وأمثال ذلك هو في حياته لا يحتاج إلى هذه المسائل لأنه هو رجل لكن وجب عليها أن يتعلم هذه المسائل الآيات القرآنية الواردة في هذه المسألة الروايات يستنبط الحكم الشرعي يبين هذا الحكم الشرعي لأن هناك نساء نصف المجتمع أو أكثر من النصف يحتاجون إلى هذه المسائل فإذن هو هذا الفقيح هذا العالم مأمور بالوجوب الكفائي أن يتعلم هذه المسائل وعبادته لله سبحانه وتعالى التعلم لهذه المسائل وحمل هذه المسائل والتفقه من أفضل العبادات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فأحد معاني العرش هو العلم والله سبحانه وتعالى كلف مجموعة من خلقه سواء من الملائكة من الأنبياء من الأئمة وبعض الناس من الفقهاء وحملت العلم بأن يحملوا هذا العلم وهذه عبادة لهم المقدار اللي يرتبط بنفسه يعمل به والمقدار الذي لا يرتبط بنفسه يعلم الآخرين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هذا المعنى الأول للعرش المعنى الثاني للعرش القدرة الله سبحانه وتعالى أقدر بعض خلقه على بعض الأمور وأمرهم باستعمال تلك القدرة فيما يرضيه سبحانه وتعالى ضمن الضوابط الشرعية فهؤلاء حينما يستعملون هذه القدرة هذه عبادة لله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق حينما يحكم بالحق هذه عبادة لله سبحانه وتعالى القاضي العدل الذي جالس في مجلس القضاء ويحكم حسب الموازين الشرعية حكمه عبادة لله سبحانه وتعالى وله الأجر الكبير على ذلك فالمعنى الثاني للعرش القدرة الله سبحانه وتعالى أمر بعض خلقه بس أمر تكويني بحمل تلك القدرة أو أمر تشريعي بتحصيل تلك القدرة لكي ينفذ ما يريده سبحانه وتعالى في خلقه المعنى الثالث للعرش شيء فيه كل شيء إما كتاب الله سبحانه وتعالى سجل في ذلك الكتاب بيد قدرته التقديرات بس اللوح المحفوظ لوح المح والإثبات أو أي شيء آخر وأيضا الجسم المحيط بكل الأجسام كما ذكرنا في الحلقات الماضية الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وهذا الكون وسيع جدا بعض النجوم تبعد عنا عشرات المليارات من السنين الضوئية ولحد الآن العلم لم يكتشف نهاية الخلق كل ما تتطور وسائل التلسكوب مثلا ووسائل الرؤية يكتشفون أجرام أخرى والآية الشريفة تقول وإنا لموسعون والعلم الحديث أيضا أثبت أن الكون في توسع مستمر كل يوم هو في شان الله سبحانه وتعالى في كل يوم يخلق الخلق ونجوم جديدة العلم الحديث أثبت أنها كل يوم تولد نجوم جديدة على كل حال هذا الكون كله محدود صحيح بالنسبة إلا نراه جدا وسيع لكن أمام عظمة الله سبحانه وتعالى لا شيء هذا الكون وهذا الكون محاط بجسم هذا الجسم هو العرش العرش يحيط بالكون من كل جهات هذا المعنى الثالث العرش إما كتاب مكتوب فيه كل شيء وإما الجسم المحيط بكل الأجسام فالنتيجة المعاني تصير أربعة العلم القدرة الكتاب المسجل فيه كل شيء والجسم المحيط بكل الكون هذه المعاني مصادق للعرش وكل معنى من المعاني له حمل العلم له حمل عبادتهم بحمل ذلك العلم القدرة له حمل الله أقدرهم تكوينا أو أمرهم بأن يحصلوا القدرة تشريعا وهؤلاء عبادتهم أو من عبادتهم حمل هذه القدرة واستعماله وهناك كتاب الله سبحانه وتعالى أمر بعض الكرام خلقه بحمل ذلك الكتاب وهناك الجسم المحيط بكل الأجسام الله سبحانه وتعالى أمر ثمانية من ملائكته أن يحملوا هذا الجسم المحيط بكل الأجسام فإذن الآيات لم تقل إن الله محمول والعياذ بالله وإنما قالت العرش محمول وحمل هؤلاء للعرش عبادتهم لا أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إليهم كلا الله هو الغني الحميد وإنما هؤلاء يحملون العرش بهذه المعاني لحاجتهم ولحاجة الخلق كما أن الله سبحانه وتعالى يأمرك بأن تطوف حول الكعبة هل الله يحتاج إلى طوافك كلا الله يأمرك بأن تصلي هل الله يحتاج إلى صلاتك كلا وإنما أنت الذي تحتاج إلى الطواف أنت الذي تحتاج إلى الصلاة أنت الذي تحتاج إلى العبادات وهؤلاء حتى كرام خلقه من الملائكة المقربين ومن الأنبياء ومن الأئمة هؤلاء يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى ويطلبون التقرب إليه والله سبحانه وتعالى علمهم كيفية التقرب إليه وذلك بحمله علمه أو قدرته أو كتابه أو الجسم المحيط بكل الأجسام فلذلك حينما في المبحث الثاني من هذا الحديث يقول أبو قرة قال أبو قرة فإنه قال يعني الله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية في يوم القيامة في سورة الحاقة وفي سورة غافر يقول الذين يحملون العرش فقال أبو الحسن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام العرش ليس هو الله الآية تقول هؤلاء يحملون العرش العرش ليس هو الله بل والعرش اسم علم هذا المعمى الأول وقدرة المعمى الثاني وعرش فيه كل شيء فيه كل شيء هذا المعنى الثالث سواء الكتاب الذي فيه كل شيء أو الجسم المحيط الذي فيه كل شيء فالمعاني صارت أربعة في الواقع ثم أضاف الحمل إلى غيره ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذن ثمانية هؤلاء الثمانية يحملون العرش الذين يحملون العرش هؤلاء خلق من خلقه هؤلاء الذين هم غير الله ويحملون العرش هؤلاء خلق من خلق الله المقصود شنو هو؟ المقصود أن هؤلاء الله خلقهم وأمرهم بأن يحملوا العرش بأي معنى من معانيه لماذا يحملون العرش؟ هل يحاجة الله؟ كلا هؤلاء مخلوقون لله لماذا يحملون العرش؟ لأنه استعبد خلقه بحمل عرشه يعني جعل عبادتهم ذلك الله سبحانه وتعالى له القدرة بأن يجعل العرش محمولا بدون هؤلاء ولكن لماذا أمر هؤلاء بأن يحملوا العرش؟ لأن هذه عبادتهم وحاجتهم لأنه استعبد يعني طلب منهم العبادة أمرهم بالعبادة لأنه استعبد خلقه بحمل عرشه وهم هؤلاء الحملة حملته علمه المعنى الأول للعرش فحملهم للعرش للعلم هذه عبادتهم كما بينا وخلقا يسبحون حول عرشه هناك ملائكة لأن الآية الثانية الذين يحملون العرش بقية الآية لأن هناك ملائكة حول العرش يستفاد من بعض الروايات أنه في يوم القيامة حينما يدخل الناس إلى الجنة أو إلى النار ماذا يكون مصير الملائكة؟ الملائكة قسم منهم مأمورون في النار بتعذيب أهل النار مثلا قسم من الملائكة لعلهم مأمورون بأن يكونوا في الجنة لخدمة أهل الجنة مثلا أو لأي جهة أخرى لكن بقية الملائكة ماذا يفعلون؟ أين مكانهم؟ في بعض الرواية تستفاد أن مكان الملائكة بعد يوم القيامة حول العرش هؤلاء خالدون حول العرش ويعبدون الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتهليل وهذا كمال كبير لهم أفضل من الملذات المادية لأنه كما ذكرنا سابقا أهل الجنة لهم ملذات مادية لكن ورضوان من الله أكبر أما الملائكة ليست لهم ملذات لأن الملائكة لا شهوة لهم عقل بدون شهوة لذلك الله سبحانه وتعالى جعل لهم الدرجة الثانية التي هي رضوان من الله سبحانه وتعالى عبادة الله سبحانه وتعالى حول العرش وخالدون حول العرش في عبادة الله بالتسبيح والتهليل وما إلى ذلك وخلقا يسبحون حول عرشه وهم يعملون بعلمه يعني العلم الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى يعملون به وملائكة يكتبون أعمال عباده لأنه ذكرنا أنه من معاني العرش المعنى الثالث عرش فيه كل شيء هذا إما بمعنى الكتاب أو بمعنى الجسم المحيط بكل الأجسام هذا الكتاب هناك ملائكة يكتبون في بعض الروايات تفسير اللوح والقلم اللوح هو ملك والقلم أيضا ملك هذان الملكان عبادتهم هكذا وملائكة يكتبون أعمال العباد بعدين الإمام الرضا حتى لا يستبعد أبو قرة هذا كيف يكون حمل العلم عباده كيف يكون التسبيح حول العرش عباده كيف يكون تكون الكتاب عباده يقول نظير هذه العبادة موجودة في الناس أنت تطوف حول الكعبة الطواف شنو هو ماشي هذا الطواف عباده واستعبد أهل الأرض بالطواف حول بيته بعدين حتى لا يستشكل أبو قرزين الله صحيح غير العرش لكن الآية تقول الرحمن على العرش استوى فإذا الملائكة يحملون العرش والله استوى على العرش فحسب هذا الزعم المغلوط يكون الملائكة حاملين الرب الجواب كلا لأن الاستواء ليس بمعنى الجلوس الاستواء له معاني مختلفة ثم استوى إلى السماء وهي دخان هذا ليس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جلس على السماء لا وإنما استوى إلى السماء يعني أعمل قدرته في السماء الله خلق السماء بشكل دخان ثم أعمل القدرة فسوى هذا الدخان الذي هو السماء سبع سماوات وقد ذكرنا معان أخرى للاستواء فيما مضى في الأحاديث الواردة عن الأئمة عليهم الصلاة والصلاة والله على العرش استوى كما قال يعني كما قال في كتابه يعني هؤلاء يحملون العرش لكن ليس بمعنى حاجة الله سبحانه وتعالى إلى حمل هؤلاء إلى العرش لأن الله قدرته هي النافذة في العرش والحال أن الله سبحانه وتعالى قدرته نافذة على العرش والعرش تحت قدرة الله وهؤلاء الذين يحملون العرش الله أقدرهم لذلك يحملون العرش والله الحامل لهم يعني الذي أمسكهم يعني هؤلاء الملائكة من يمسكهم الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا الله سبحانه وتعالى كما أوجد الخلق استمرار الخلق أيضا يتوقف على إرادة الله سبحانه وتعالى ليس مثل البناء الذي البناء هو العلة المحدثة لكن البناء يموت ويصير رميم في قبره ويصير تراب وهذا البناء مئات السنين يبقى لأن البناء علة محدثة وليس علة مبقية الله سبحانه وتعالى ليس هكذا الله سبحانه وتعالى يخلق أصل الخلق من الله واستمرار الخلق من الله ليس كما زعمت اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء الله سبحانه وتعالى قدرته في الخلق وفي الاستمرار إذا الله سبحانه وتعالى قطع لطفه لحظة واحدة عن الكون هذا الكون يفنى يصر عدم فاستمرار الخلق بإرادة من الله سبحانه وتعالى والله الحامل لهم الحافظ لهم الممسك القائم على كل نفس هذه إشارة إلى مجموعة من الآيات القرآنية أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني الله مهيمن على الخلق وعالم بكل تصرفاته آية أخرى وهو القاهر فوق عباده الله يقهر العباد وفوق عباده ليس الفوقية المكانية وإنما الفوقية بالرتبة والسيطرة مثل هذه الآية التي تنقل كلام آل فرعون حول بني إسرائيل ونحن فوقهم قاهرون لم يكن الأقباط أو آل فرعون فوق مكاني في طابق عالي ومثلا بني إسرائيل في طابق داني لا وإنما المراد وإنما فوق يعني نحن فوقهم قاهرون يعني نحن فوقهم في الرتبة والسلطة لناء السلطة وهو القاهر فوق عباده يعني مسيطر على عباده والسلطة لله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وعلى كل شيء يعني الله سبحانه وتعالى على إما فعل يعني يعلو عليهم وإما حرف جار يعني الله سبحانه وتعالى قدرته نافذة في جميع الأشياء ولا يقال محمول ولا أسفل قولا مفردا لا يوصل بشيء يعني تقول الله محمول الله أسفل لا يصح ذلك لا يصح لك أن تقتطع الكلمات بحيث أن المعنى يكون ناقص نعم إذا أنت كملت الكلام تقول الله محمول عرشه هنا محمول صفة لله ولكن باعتبار المتعلق مثل ما تقول زيد قائم أبوه هنا القيام للأب وليس لزيد ولو من حيث اللافظ عندما تقول زيد قائم أبوه من حيث اللافظ قائم صفة لزيد لذلك تابع في الإعراب لزيد تقول رأيت زيدا قائما أبوه لكن من حيث المعنى قائم صفة للأب وليس صفة لزيد أنت تقول الله محمول هذا باطل لفظا ومعنا أما تقول الله محمول عرشه صحيح لأن هذا المحمول في المعنى صفة للعرش وليس صفة من حيث المعنى لله سبحانه وتعالى هذا لعله المقصود في هذه الجملة التي يذكرها الإمام عليه الصلاة والسلام ولا يقال محمول ولا أسفل قولا مفردا لا يوصل بشيء أما إذا أوصلت بشيء تقول الله أسفل خلقه الخلق في أسفل بمعنى ليس الأسفلية المكانية لأن الله لا يوصف بالمكان حتى يكون شيء أسفل منه مكانا وهو فوق مكانا هذه صفة الأجسام وإنما الله فوق بالرتبة لأنه هو المسيطر على الكون كله الموجودات أسفل بالرتبة يعني مسيطر عليها فلذا لا يقال محمول ولا أسفل قولا مفردا يعني بدون أن يكون له متعلق لا يوصل بشيء فيفسد اللافظ والمعنى أما اللافظ كما ذكرنا فهو صفة نقص والله لا يوصف به صفات النقص وكذلك المعنى لأنه يكون المعنى الأسفلية أو الحمل المكاني وهذا المعنى باطل بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى إذن استدل أبو قر بمجموعة من الآيات التي تدل على أن العرش محمول فأراد أن يستخرج من هذه الآيات ما يزعمه من أن الله محمول والإمام عليه الصلاة والسلام بيّن له المعنى الصحيح وأن الله ليس بمحمول العرش محمول والعرش غير الله سبحانه وتعالى الاستواء على العرش ليس بمعنى الجلوس الحقيقي على العرش كما نحن نجلس على الأسرة مثلا والكراسي وإنما المراد الاستيلاء كما ذكرنا فيما مضى نقول فلان جلس على سرير الملك لا نقصد بهذه المعنى أن هناك سرير خاص يسمى سرير الملك وهذا جلس عليه نقصد أنه استولى على السلطة استلم السلطة فإذن الله ليس بمحمول الملائكة يحملون بعض الناس يحملون العرش سواء بمعنى العلم أو القدرة أو الكتاب أو الجسم المحيط بكل الأجسام والله هو الذي استعبدهم بذلك يعني طلب أن أمرهم بأن يعبدوه بهذه الكيفية هذا البحث الثاني بين الإمام وبين أبي قرأ زين أبو قرأ لم يتمكن من إثبات ما يزعمه من جلوس الله على العرش ومحموليته بواسطة الملائكة عن طريق لا اللافظ لا عن طريق الآيات يجي الآن يستدل بروايات هذه روايات بعضها موضوعة وبعضها لا تدل على المطلوب يذكر الروايات والإمام عليه الصلاة والسلام يرد كلام أبي قرأ هذا ما نتركه إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله يا الله الله يا الله الله يا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة